كلام اللي حقوله دلوقتي موجه لبعض الرجالة وانا قلت بعض عشان ما يطلع ليش راجل دلوقتي يقول لي مسلم مو كلا رجال كده حديت كفة على وجشك فاهم انا قلت بعض خلاص بعض الرجالة غروهم بتوع السوشال ميديا غروهم الحلوة الشقرة الريحة الجاية الموزة الدلوعة اللي تعرف تدحك اللي تعرف تتكلم اللي مهتمة بنفسها اللي مهتمة ببيتها اللي تفهم في الدكوريشن اللي تفهم في الاناقة اللي اتغريتوا بقى بيهم ها ما بقيتش عايز مراتك شايفها مش حلوة كخة النهاردة مراتك كخة بعد اللي شفتهم في السوشال ميديا صح ولا مش صح مراتك النهارده كخة ها ليه كخة على فكرة لو مراتك النهارده كخة فانت اللي كخة عارف ليه انت اللي اخترتها ابقى تحمل نتيجة اختيارك خليك قوي يا ضعيف خليك قوي يا ضعيبي على فكرة بعض الناس اللي بيطلعوا في السوشال ميديا بعض بعض الناس اللي بيطلعوا في السوشال ميديا دول بيتجملوا على الشاشة خلف الكواليس لا تحمل مسئولية شردحة رتح ما يحكمشي قواية حاجات كتير حاجات كتير يا حبيبي اللي طالع هنا ده الجزء المتجمل في الحكاية ها ده مش الحقيقي مش حقيقي حبيبي فاهمني ولا مش فاهم انت لا انت فاهم انت فاهم بس بتستعبط انت فاهم يا بعض الرجالة انتوا فاهمين بس بتستعبط مراتك جي انا مرتي يعني المشكلة انها ما تفهمني تكفى يا نظريات في صغورس مراتك ما تفهمك عشان انت فيك كلكيع وعقد نفسي لحد السماء واصلة طبيعي ما هتفهمك ازاي هتفهمك ازاي هتفهمك اتواع الاهتمام والشكل الحلوي واللبس الحلوي شاخل القيوبك ودي مراتك فلوس زي الفلوس اللي عندي فلانة هتلبس وتتشيك وحتعمل كل عمليات التجميل للدنيا طبعتها ها فبلاش بلاش اتكلم بالمنطق وبالفكر ما انت مش محملها مسئولية البيت ده كله بتطبخه بنضفته بعياله انت بتعمل حاجة بعض الرجالة انت بتعمل حاجة انت بتعمل حاجة ده كلها هي اللي بتعملها انت قاعد على الرمود كنترول وتروح الشغل وتيجي وتزلها عالشغل ده انا اصرف عليكم انا اصرف عليكم طب انت لازم تصرف عليها ومال من اللي حيصرف عليها ها انت اللي حتصرف عليها وبعدين حبيبي المشكلة زوجتي ما يعني ما ما ضحكني تكفى يا مصر بن تكفى يا اللي مقطع تضحك انت ما انت وشك النكا ده هي اللي مخليها مهمومة مش لقية وقت تضحكك من الهم من الهم من زينك انت ووجهك ما تضحكني ابغى واحد زي ميس الهم تضحكني ميس الهم ده لو اتجوزتك حيبقى شكلها كده من كتر منتانيكا دي وشك يقطع الخميرة من البيت المشكلة مرتي ما اقدر استشيرها يعني عجلها مو كبير زي اللي اشوفه هم التانين تكفى يا اللي تكفى يا صاحب تكفى يا انشتين تكفى تعقلك قد قد حبة اللب عقلك صغير انت عقلك صغير اللي بتقول كده عقلك صغير جدا لا يرى بالعين المجرد ما عندكش عقل اساسا انت ما عندكش عقل اساسا انت سطح وتافى انت سطح وتافى مركز بس في شكلك ولبسك روحتك وجياتك وصحابك وعضلاتك انت تافى حبيبي قلبي انت روحي هاي ولد منفعش الكلام ده اما ده اختبار ليك من عند ربنا عايز يشوف القنوع ولا مش قنوع ده اختبار اختبار اللي انت بتشوفه من الناس اللي مهتمة بنفسها والحلوة والرايحة والجاية والحركات والبركات اختبار من عند ربنا انجح انجح افلح 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 مش تقول مراطي مراطي حبيبي اي حاجة في مراطك مش كويسة اعرف انها جزء كبير من الحاجات المش كويسة مش كلها جزء كبير بسببك عدل مقلاي غير ما في نفسك عشان ربنا يغير اللي في حياتك وغير منها كمان مش انت تبقى شكلك شبه البرشومي ولا تهتم بنفسك وعايزها هي تهتم مش تبقى انت عققلك صغير سطحي تافع وعايز لما تبقى عندك مشكلة هي اللي تحلها هو انت بتعرف تحل مشاكلك اتنيل اتنيل يا بعض الرجالة يا بعض قلت يلا اختصار الموضوع يا بعض الرجالة شفت انت انت اللي بتقول الكلام ده وفيك كل العلال اللي انا قلتها دي انا 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 بخف الدمي وجمالي وراهبتي وخطرتي وحكمتي وكل حاجة فيها لو اتجوزتك حيبقى شكل كده ده اختصار يلا يلا